استقبل فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيودروس أدهانوم صحي كده؟ النطقة لو غلط سامحوني بس يعني في أسماء احنا ما نعرفهاش المهم الرئيس أكد حرص مصر على تطوير التعاون مع منظمة الصحة العالمية لصالح تعزيز منظومة الرعاية الصحية والخدمات الطبية في مصر وفي ضوء المبادرات الصحية المتنوعة على مستوى الدولة في إطار 100 مليون صحة واللي بتهدف إلى الحفاظ على صحة وسلامة المصريين في المقام الأول وفق أعلى المعايير العالمية خصوصا مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للجراحات الحارجة ووصولا إلى تطبيق التأمين الصحي الشامل على مستوى كافة المحافظات طبعا إن شاء الله ده يتم بنجاح وعلى خير عشرين تلاتين بإذن الله يعني كلها سبع سنين وثلاثة شهر وبإذن الله يبقى في عندنا تأمين صحي شامل لعموم المواطنين وعلى كافة القطل المصري كمان ثمان فخامة الرئيس دون منظمة الصحة العالمية والجهود اللي قام بيها السيد أدهانم خلال جائحة كورونا خصوصا فيما يتعلق بتوفير اللقاحات من جانبه أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن تشرفه بلقاء فخامة الرئيس وأشاد بالجهود الوطنية المصرية في مجال الرعاية الصحية خصوصا المبادرات الرئاسية المختلفة اللي تحت مظلة مئة مليون صحة واللي سهمت بشكل لافت في الارتقاء بالخدمات الصحية للمواطنين المصرية خصوصا من خلال خد بالك بقى مكافحة الالتهاب الكابيدي الفيروسي فيروسي طبعا ده فضلا عن مختلف المبادرات المتنوعة التانية زي مبادرة إنهاء قوايم الانتظار مرضى جراحات والتدخلات الطبية الحارجة مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي مبادرة دعم صحة المرأة المصرية المبادرات الخاصة بصحة الأطفال وما أكتر تلك المبادرات أنت عارف المبادرات كتيرة ليه ولا لا عارف؟ مش عارف البعض عارف والبعض مش عارف طيب اللي مش عارف نقدر نقوله بمنتهى البساطة علشان حالة المصريين قبل 8 سنين كانت صعبة قوي حالتنا الصحية وحالة وضع منظومتنا الصحية وما تفهمش هو كان تجاهل ولا تعمد ولا ايه كانت أكباد المصريين دي كانت العنوين بتاعة الجراهيد أكباد المصريين في خطر كل المصريين في خطر يعني أنا عايز أفكرك بحاجة كده معهد ومركز الكلة الشهير في المنصورة اتعمل ليه؟ يعني تفتكر لما دكتور محمد غنيم يؤسس أستاذ الدكتور العلامة والعالم العظيم دكتور محمد غنيم يؤسس هذا المركز ليه؟ هو مركز للعلاج وللبحث بالمناسبة للبحث العالمي عشان عندنا مشكلة وإنه شايف أن المشكلة بتتفاقم فبيبحث لأجل العلاج ويعالج المرضى ده معنى ايه؟ معنى أن كانت الدولة مهتمة قوي صح؟ وقعدنا 30 سنة ظهر الدولة كانت مهتمة بزيادة فكان معدل الفشل الكلوي في زيادة ومعدل فيروسي في زيادة لكنه 30 سنة خبر ده كانوا الجنة وما فيها إيه ده؟ لا يا جماعة ماينفعش دول أحلى 30 سنة عشناهم ده احنا ما شفناش حاجة حلوة كده مش ممكن؟ كل حاجة كانت كتير فيروسي كتير فشل كلوي كتير عشوائيات كتير فقر كتير إيه ده؟ أمية كتير لا شفت الوفرة؟ دي وفرة التلاتين سنة إياهم سيبك تعالي نرجع للقاء حاجة بس كده يعني على طرف المعلقة عشان بس الشويتين اللي بيتعاملوا كل فترة والتاني مهم اللقاء شهد التباحث حول أفاق التعاون أوه الله ما بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز مختلف جهود الدولة واللي تم إطلاقها لدعم الصحة العامة في مصر زي ما كنت بقول لكم المبادرات الرئيسية تحت مظلت 100 مليون صحة إلى آخره ومنظمة التأمين الصحة دي المهمة ضربت لك المثل قبل كده عشرات المرات وهضربه لك تاني يا سادة يا أفاضل يا سيدات يا فضليات باراك أوباما الذي ظل البعض أنه أحد الأساطير المنقذة للعالم العربي والإسلامي والله العظيم ده احنا غلابة قوي من كتر الضعف اللي كنا فيه كل عدنين بنتشبس بأوهام